ألمح وزير الخارجية الفرنسي جانئيف لودريان إلى أن الأزمة القائمة حالياً في لبنان تهدد بقاء هذا البلد إذا لم تسارع الحكومة الجديدة إلى تطبيق الإصلاحات الضرورية وقال لودريان إنه على الحكومة اللبنانية الجديدة وفور حصولها على ثقة النواب أن توظف كل إمكانياتها لتطبيق الإجراءات الإصلاحية التي لا بد منها لبقاء لبنان مؤشراً لأن الموقف الفرنسي من حكومة حسان دياب سيحدث في ضوء ما سيقوله المسؤولون اللبنانيون وخصوصاً السيد دياب وفي إشارة إلى البيان الوزاري